اشتركوا في القناة واحنا شوفنا في الحلقة اللي فاتت ان ابن حجر نقل كلام الكرماني في شرح حديث ان الله يتنزل وانكر ان الله بيتنزل وتأول نزول الله واثبتنا من كتب السنة اللي يقول كده بيكون جهمي وشوفنا ووصلت بيهم الدرجة ازاي انهم قالوا اللي يتنزل ده ملك وزاي ما وعدناكم الحلقة اللي فاتت اننا هثبت ان الكلام ده مش زلت عالم ولا حاجة لا ده كلام ابن حجر نفسه هنروح لنفس حديث بس بسند مختلف بمتن مختلف والحديث اللي فات اتكلمنا عن يتنزل في الحديث اللي جاي هنتكلم عن ينزل والمرة دي ابن حجر بنفسه مش حد غيره اول الحديث هنشوفه في صحيح البخاري كتاب التوحيد عن ابي هريرة ان الرسول قال يتنزل ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا وطبعا الحفظ ابن حجر رح شرح الحديث والغرض منه هنا قوله فيقول من يدعوني الى اخره وهو ظاهر في المراد سواء كان الماء المنادي به ملكا بامره او ليه لان المراد اثبات نسبة القول اليه وهو حاصلة على كل من الحالتين وتأول ابن حزب النزول بانه فعل يفعله الله في السماء الدنيا كالفتح لقبل الدعاء في اللغة تقول فلان نزل لي عن حقه بمعنى وهبه قال والدليل على انها صفة صفة فعل تعليقه بوقت محدود لم يزل لا يتعلق بالزمن فصح انه فعل حديث طبعا الشرح كتير جدا فانا النهاردة هاخد جملة واحدة بس من شرح ابن حجر والمرة الجاية هشرح باقي الكلام لان الكلام كتير ومحتاج فعلا نفهم كل كلمة اتقالت هنا ابن حجر قال والغرض منه هنا قوله فيقول من يدعوني الى اخره وهو ظاهر في المراد سواء كان المنادي به ملكا بامره او لي لان المراد اثبات نسبة القول اليه وهي حاصلة على كل من الحالتين الشيخ البراك عشان نفهم بيقول ايه ابن حجر الشيخ البراك راح اعلق عليه وقال لقد شرق المعطلة من الجهمية والمعتزلة بهذا الحديث لمخالفته لاصولهم فان الجهمية والمعتزلة ينفون عن الله جميع الصفات الذاتية والفعلية وتابعهم متأخرة الاشاعرة في نفي الصفات الفعلية يعني الشيخ البراك قال دي يعني هم عملوا خلاص قالوا حاجات يعني مش معقول اللي هي تتقال ودول الجهمية اللي بيقولوا كده والمعتزلة وكمان متأخرة او المتأخرين يعني من الاشاعرة وطبعا منهم ابن حجر بذات نفسه يعني زي ما احنا بنشوف فبيكمل البراك بيقول فهذا النزول وهذا القول من فعل من الرب سبحانه بما شئته في ذلك الوقت اما انه فعل الصفات والافعال الاختيارية فبذلك عندهم ممتنع فمنهم من يرد هذا الحديث زي عمل انه خبر احد ومنهم من يوجب فيه التفويد او التأويل والحديث نص في معناه يعني الجهمية بتنفي الصفات سواء الذاتية او الفعلية وزي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت ان متأخرة الاشاعرة في الحقيقة جهمية وابن حجر طبعا من متأخرة الاشاعرة والشيخ البراك بيأكد جهمية ابن حجر فنوصل كلام الشيخ البراك ونشوف بيقول ايه وهو الذي يقول من يدعوني ولا يجوز ان يقول ملك من يدعوني يعني مش معقولة هو يقول ان الله ينزل فيقول لا ده ملك هو اللي بينزل ويقول من يدعوني طبعا المفروض الشيخ البراق يقول ده تكفير للرسول أصلا مش لا يجوز وهنروح كمان نتأكد من كتاب اتحافي السائل بما في التحاوية من مسائل الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية كل هؤلاء ينفون الصفات الفعلية الاختيارية على اختلاف بينهم في هذا النفي وقد دل هذا الحديث على انه تعالى ينزل الى السماء الدنيا في اخر الليل فيقول من يدعوني الى اخر الحديث خلينا كمان نتأكد من كتاب اخر شرح الاقتصاد في الاعتقاد بيقول كده ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك ما يصحش انهم يقاولوا النص ده باي تأولات وبعدين بيكمل بيقول هذا تأويل المتأولين قال بعض المتأولين ينزل الله اي قدرته وبعضهم قال تنزل الرحمة وبعضهم يقول ينزل ملك ملك وهذا من ابطل الباطل ويكمل الشيخ البراقت عليكم فيقول فكل تأويل اولوه به فهو تحريف الكلام عن موضعه فالله تعالى هو الذي ينزل كيف شاء لا غيره ومن بديع الرد على من ينفي النزول الالهي قول وهيستشهد بقول الفضيل ابن عياد فبيقول كده فإذ قال لك يا جحمي انا اكفر برب يزول عن مكان فقل له انا اؤمن برب يفعل ما يشاء وده طبعا الكلام بتاع الفضيل بنلاقيه في كتاب شرح لامية ابن تايمية بيقول كده في الكتاب روى الأسرم في السنة عن الفضيل ابن عياد انه كان يقول إذ قال لك يا جحمي انا اكفر برب ينزل عن مكانه او يتحول عن مكانه او يزول عن مكانه فقل له انا اؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وطبعا نفهم احنا كده من ايه بنفهم من كده ان الجحمية بيكفروا من يثبتون ان يزول للرب وطبعا الجحمية بيكفروا اللي بيثبتون ان نزولوا بيعتبروهم ان هم بيعتبرون يعني الجحمية بتعتبر نفسها ان هي اهل السنة وان السنة هم الجحمية تصوروا وطبعا ده هنلاقيه في ابن حجر قاله في فتح الباري وهنشوف فين دلوقتي بيقول على اهل السنة ان هم جحمية مجسمة وده ابن حجر ده اعظم شارح للبخاري موافق لرأي الجحمية انه يعني بيتكلم على السنة بالطريقة دي او اهل السنة بالطريقة دي فنشوف الحديث صحيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله تعالى تعرج الملائكة والروح اليه قال الحافظ ابن حجر وقال ابن بطال غرض البخاري في هذا الباب الرد على الجحمية المجسمة في تعلقها بهذا وهنا شوفوا من قبل كده احنا شوفناه في حلقات قبل كده بيقول مجسمة بيتكلم على اهل السنة ان هم مجسمة يعني بيقول على السنة جهمية مجسمة فازاي انا بستغرب ازاي اهل السنة ياخدوا تفسير او يعني ياخدوا شرح اهم كتاب من واحد بيقول عليهم ان هم مجسمة وجهمية فخلينا نواصل بيقول ايه طبعا الزواهر بيقصد بيها ايه الزواهر بيقصد بيها اثبات الصفات الفعلية حقيقة وهو مسهب اهل السنة وطبعا المجسمة هم المشبهة ورد عليه طبعا اهل السنة مش هيسيبوا يعني الموضوع كده ردوا عليه في كتاب التوحيد واسبات صفات الرب عز وجل بيقول ايه وزعمت الجهمية عليهم لعائنا الله يبقى الجهمية ملعونين عند اهل السنة بما فيهم طبعا ابن حجر لان احنا شوفنا كتير ان قالوا على ابن حجر ان هو جهمي او عنده معتقد الجهمية فبيقول زعمت الجهمية عليهم لعائنا الله ان اهل السنة متبع الاصار القائلين بكتاب ربهم وسنة نبيهم المسبتين لله عز وجل من صفاته مما وصف الله به نفسه في محكم تنزيله والمسبت بين الدفتين وعلى لسان نبيه المصطفى بنقل العدل عن العدل موصولا اليه مشبها جهلا منهم بكتاب الله واحنا تكلمنا عن جزء من شرح ابن حجر لحديث اخر في ان الله ينزل وشوفنا انه قال برضو ان اللي ينزل في الثلث الاخير من الليل هو ملك والشيخ البراك رد على ابن حجر وقال ان اللي بين في جميع الصفات الزاتية والفعلية هم المعتزلة والجهمية ومتأخير الاشعارة وان ده تأويل والتأويل تحريف الكلام عن موضع لان الله انشاءه نزل وانشاءه طبعا يعني يتصرف براحة وانشاءه لم ينزل ومش بيبعت حد مكانه لانه لا يعقل ان ملك يقول انا من يدعوني فاستجيب لي وطبعا ده تناقض وكده بيقول ان الله مش موجود لان طبعا يعني كأن مين بيقول ان ملك هو اللي بينزل ده مش بس تناقض ده بيقول ان الله كمال مش موجود وعلماء السنة بيلعانوا الجهمية يبقى دلوقتي انا بسيب معاكم الاخير ازاي انت كمسلم سني تقدر تاخد شرح البخاري من واحد اهل السنة بيلعانوا وتابعوني الحلقة الجاية عشان نكمل شرح ابن حجر للحديث وهتشوفوا معايا مفاجئات وانتظركم الحلقة الجاية تابعوني وإلى اللقاء لو سقطت مصادرنا الاصلية اللي هي كتب السنة فهذا اعظم بالف درجة من ان تسقط اراضينا انت اترد بعقل اترد بعقل وانت ارد بعقل وانت اذكر بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بين حقل المسا اشتركوا في القناة